موسيقى شاهدين الكرام اهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية ستكون من صحيفة المدى ومقال الكاتب زورك محمد يرقول فيه ودع العراق عام 2022 مثقلا بأزماته ومشكلاته المفتعلة والمتراكمة ليدخل عقده الثالث مترنحا من تحت ايمنة وسطوة الاحزاب والقوى التقليدية المفلسة شعبيا وفكريا والمزودة بإرادات النفط والمدعومة خارجيا لعلها أو لعل أن يكون العام الجديد عاما لإعلان موت الخارطة المشؤومة حيث لا سيادة ولا قرار في بلد صار بيد الفاسدين وهو أكثر من أن يكون دولة ذات السيادة لتصبح عبءا ثقيلا على خارطة العالم بعد أن كانت نموذجا يحتذا به في المحافلة الدولية ويضيف الكاتب القنوات الإعلامية والصحف والإذاعات عامل آخر لتغلغ الألفساد وتفاقم الأزمات وسرقة الأموال العامة قنوات وصحف ومحطات خبرية بالمئات فارغة ومضللة في النهج ومهمتها ترويج لتلك الأحزاب والأطراف السياسية المتسلطة لتحويل الرعية إلى رعاع وعبيد للشعارات الدينية والحزبية ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر لتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وانعدام الخدمات الأساسية وإنها تتزامن مع ازدياد أعداد جيوش النواب الفاسدين دورة وراء دورة حيث تهمهم فقط مصالحهم الشخصية والحزبية من رؤساء المجلس إلى آخر موظف في الإدارة النيابية وبعد تقاعدهم فإن النواب الفاسدين بكل أطيافهم وهوياتهم يعكفون على إدارة استثماراتهم لبناء مدن وقرى سكنية وناطحات سحاب من طراز المجمعات السكنية الأوروبية أو يغادرون البلد متلهفين ليتركوه غارقاً في مستنقع الأزمات ولا يرتبطون به سوى من خلال أرصدتهم المصرفية لاستلام رواتبهم الشهرية التي تقدر بملايين الدولارات هذا هو الفساد المقدس خلال عشرين سنة تخرج نحو ألف وستمائة متقاعد فاسد من البرلمان لتكون ميزانية رواتبهم الشهرية نحو عشرة مليارات دولار أجرت منظمة الإجرة الدولية دراسة ميدانية للاطلاع على أوضاع النازحين والعائدين في مناطق وقرى كاركوك اجتملت على 225 مقابلة مع عوائل في كل من دقوق والحويجة والحي العسكري ومنطقة أزاب وقرى أخرى في المحافظة أظهرت أن 85% منهم يعانون من أمراض نفسية واضطرابات مختلفة الشدة من بين أهم أسبابها هي ظروف النزوح والافتقار إلى الخدمات الأساسية وتجارب صعبة عشوها قبل وأثناء النزوح وكذلك بعد العودة فضلا عن فقدان أفراد من عوائلهم أثناء الحرب وذكرت المنظمة في تقريرها أن الاستنتاجات التي أوضحتها دراسة تحتم على ضرورة تقديم خدمات علاج وإسناد نفسي للمتضررين من أجل تحسين وضعهم الحياتي مع الحاجة لتوفير الأمن والاستقرار من أجلهم أضاف التقرير أن 65% من الذين استطلعت آراءهم بيّنوا أنهم يعانون من اكتئاب واضطراب نفسي يتراوح بين شديد وشديد جدا مؤكدين بأن الأسباب الرئيسة لذلك اجتملت على ظروف النزوح وعدم تمكنهم من الحصول على خدمات أساسية ومعايشتهم لتجارب نفسية صادمة قبل وأثناء عملية النزوح وبعد عودتهم لمناطقهم أيضا وكذلك حزنهم الشديد على أحبائهم الذين فقدوهم أثناء المعارك ولفت التقرير إلى أن غالبية الأشخاص الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم وتبلغ نسبتهم 85% يشعرون بمستوى معين من اضطراب نفسي وكآبه ونوه إلى أن 65% من العوائل التي لديها أطفال عبروا عن قلقهم عزاء سلامة أطفالهم وكذلك التحديات المتعلقة بتربية أطفالهم وتعليمهم وصحتهم وكل أنواع الحماية ضد العنف وبين أن آراء العوائل تعكس تنوعا في قائمة مطالبهم تروحت بين الحصول على خدمات عامة أفضل ومن أهمها توفير المدارس والتربية والأمن والسلامة وفرص العمل وبناء تحتية أفضل وساحات عامة للترفيه عن النفس نشرت مجلة إيكونوميس تقريرا قالت فيه إن المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنائي قد يكون يتنهد بارتياح فبعد وفاة مهساميني شهدت البلاد احتجاجات يومية بعد أربعة أشهر تلاشت صيحات المرأة الحياة الحرية وساحات الجامعات التي استمرت المظاهرات فيها لأطول فترة باتت تشبه القلاع التي يسيطر عليها حراس الأمن والكاميرات وقالت في تقريرها إن حكم نظام على أكثر من مئة متظاهر بالإعدام بعد محاكمات سريعة بتهمة عامة الفساد في الأرض أو بتهمة إشاعة الفساد في الأرض وشنق أربعة منهم وقد حبس ما يقرب من عشرين ألف شخص من بينهم كبار لعبي كرة القدم ونجوم السينما والصحفيون وكذلك بينهم الطلاب سيكون خامنئي مخطئا إذا استنتج أنه فاز فالإيرانيون ما زالوا يتحدون كما لم تختفي الاحتجاجات بالكامل عاد إحياء ذكرى طائرة ركاب أسقطها النظام بطريق الخطأ عام 2020 إشعالها للمرة الأولى منذ شهر في التاسع من كانون الثاني يناير سار المئات في سجن في كرج بالقرب من طهران حيث كان من المقرر شنق متظاهرين آخرين ورددوا هتافات سأقتل قاتل أخيه فيما أطلقت قوات الأمن النار عليهم ولم يتم تنفيذ أحكام الإعدام بعد والأسوأ من ذلك بالنسبة لخامنئي أن دولته في حالة من الفوضى وتراجعت الإضرابات المنظمة لكن الإيرانيين الراغبين في السفر في جميع أنحاء البلاد يكافحون للعثور على تذاكر للطائرات والقطارات والحافلات وفقد الريال خمسين بالمائة من قيمته مقابل الدولار منذ آب أغسطس 2021 ومع تصاعد التضخم يلجأ الكثيرون إلى المقايضة نشر موقع ديبلومات الأمريكي تقريراً صلط فيه الضوء على الرحلات الخطيرة التي يخوضها شعب الروهينجيا هرباً من الاضطهاد في ميانمار التي يحكمها الجيش أو من المعاناة التي يعيشونها في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش وقال الموقع في تقريره أن شعب الروهينجيا يواصل المخاطر بحياته في رحلات مميتة هرباً من الاضطهاد الذي يتعرض له في وطنه أو من الظروف السيئة في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش فيعهد الكثير منهم بحياته لمهربي البشر عدمي الضمير وضف الموقع أنه قد مرت خمس سنوات منذ أن أجبر اللاجئون أو أجبر اللاجئون الروهينجيا بوحشية على مغادرة منازلهم في ميانمار من قبل الجيش وهو اعتداء أعلنت حكومة الولايات المتحدة إبادة جماعية السنة الماضية إن معظم الروهينجيا هم من سكان القرى ولا يعلمون شيئاً عن تجار البشر الذين لجوا إليهم بعد أن حرموا في ميانمار من حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك المواطنة وحرية التنقل والتعليم بعد المرحلة الابتدائية كل تلك المعاناة دفعت بالروهينجيا في ميانمار إلى خوض هذه الرحلات البحرية حتى قبل حملة الإبادة الجماعية التي شنها جيش ميانمار في سنة 2017 إلى جانب معاناتهم في ميانمار يشعر اللاجئون الروهينجيا في بنغلاديش بشكل متزايد بأنهم غير مرحب بهم حيث يتم إلقاء اللوم عليهم في كثير من الأحيان لخلق مشاكل اقتصادية وجتماعية كما أن فرص العمل والتعليم محدودة ويعتمدون على المساعدات ويتعرضون بشكل متزايد للتهديد بالعنف والجريمة التي ترتكبها الجماعات الإجرامية في المخيمات إنهم الآن يائسون أكثر من أي وقت ولم يبقى خيار أمامهم وسط هذه المحن سوى مغادرة المخيمات والبحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى نشرت مجلة إيكونوميس تقريراً قالت فيه إن الحكام العرب حول الصحفيين إلى حاشية فالاستفزاز والضغوط المالية تجعل من العمل الصحفي أمراً صعباً وقالت إن إغلاق مؤسسة صحفية مستقلة كافة في معظم أنحاء العالم يكفي ليثير الغضب ولكن ليس في الجزائر فلم يحضر سوى عدد قليل من الصحفيين المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه في السابع من كانون الثاني يناير محامو إحسان القاضي الصحفي الذي اعتقل وأغلق الراديو الذي يديره على الإنترنت وقامت بعض الحكومات بتشريع قوانين تحضر نشر الأخبار التي تؤثر على النظام الاجتماعي ويمكن مراقبة الصحفيين واختراق هواتفهم من خلال برمجية خبيثة مثل بيغاسوس النظام الإسرائيلي القادر على التنصة واختراق الهواتف النقالة لم يكن الوضع هكذا في العقود الماضية فقد تحمل الحكام العرب الصحافة المستقلة بطريقة أو بأخرى ورأى البعض منهم فيها شبكة أمان وطريقة للتعرف من خلالها على مواقف الرأي العام وشددوا من القبضة على الصحفيين لكنهم لم يملوا ما ينشرونه ولم يعود الوضع كما كان فبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فإن ثمانية من خمس عشرة دولة تنتهك الحريات الصحافية هي من الشرق الأوسط وهو عدد أعلى مما كان عليه قبل عشرين عاما فالدكتاتوريون الذين أطاحت بهم ثوارات الربيع العربي عام 2011 حولوا الصحفيين لمجرد بوق لهم وبالنسبة للأنظمة العربية فالأخبار المسموح بها هي تلك الأخبار الجيدة وتقوم الأنظمة بشراء شركات الإعلانات حتى تحرم الصحف الخارجة عن الخط من الموارد المالية بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم أسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجات ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم نتابع وإياكم الآن الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر نتابع الجمهور القطري وعشاق هواية صقور في قطر بشغف مجريات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد الذي ينظم في نسخته الرابعة عشرة مرمى جمعية أو تنظمه جمعية مرمى القناص وتخصص له جوائز مالية معتبرة وقيمة ويهدف المهرجان الذي يشهد متابعة واسعة من مواطنين ومقيمين وسياح وزوار لقطر يهدف إلى توثيق وتعزيز تراث الصقار المسجل في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية وفقاً لمنظمة اليونسكو منذ عام 2010 وتحظى هذه الهواية بشعبية واسعة في قطر ودول الخليج بشكل عام ولها امتداد واسع لدى فئات المجتمع مع سعي حثيث لنقلها للأجيال الحالية وعدها فرصة لإبعادهم عن عوالم التقنية للمحافظة على تراث الأجداد أعلن عن اكتشاف ثمان بيضات عام عتيقة يصل عمر بعضها إلى سبعة آلاف وخمسمائة عام في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة وأجرى العثور على قشور مكسورة للبيض العتيق بجوار مدفأة قديمة ويتروح عمر البيض ما بين أربعة آلاف إلى سبعة آلاف وخمسمائة عام وهو محفوظ بشكل جيد لأن قشره كان مغطى بطبقة من الكثبان الرملية لفترة طويلة من الوقت وقد ساعد المناخ شديد الجفاف في المنطقة أيضاً في الحفاظ عليها وهذا الاكتشاف يمكن أن يساعد الباحثين في معرفة الكثير بشأن الحياة البدوية القديمة ويشار إلى أن النعام كان منتشراً في المنطقة حتى انقراضه في البرية في القرن التاسع عشر الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف يضطر مريض واحد من بين كل خمسة مرضى تنقلهم سيارات الإسعاف للانتظار أكثر من ساعة قبل دخول الطوارئ في بريطانيا بينما يضطر الآلاف منهم إلى الانتظار بعد دخولهم الطوارئ لأكثر من 12 ساعة قبل تلقي الرعاية اللازمة لأن نظام الخدمة الصحية العامة ن.H.S يعاني منذ مدة طويلة بسبب تداعية وباء كورونا وسياسة التقشف في الموازنة بحسب مكتب الإحصاء الوطني إضافة إلى إضراب العديد من التواقم الطبية للمطالبة بزيادة الأجور فوق معدلات التضخم وتحسين الدخل فهل المأساة تقتصر على بريطانيا؟ صحراء طبية سبعمائة ألف شخص في إسبانيا ينتظرون إجراء عمليات جراحية بسبب إضراب واسع للأطباء على خلفية نقص الأجور وإرهاق العمل وفقاً لوزارة الصحة الإسبانية أما وزيرة الصحة الفرنسية فتقول إن 87% من بلادها هي عبارة عن صحراء طبية وتواجه المستشفيات الفرنسية نقصاً حاداً في أعداد الأطباء ولسيماً في أقسام الطوارئ والتخدير وهناك ما يقرب من 6 ملايين فرنسي ليس لديهم طبيب معالج مقابل 30% من السكان لا يحصلون على الخدمات الصحية الكافية فيما تشير الإحصاءات إلى أن نصف الأطباء العموميين تسد أعمارهم على 60 عاماً والسبب يعود إلى القوانين الفرنسية التي حصرت أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب الفرنسية سنوياً بـ 6 ألاف طالب فقط فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV لدى الأطفال أثار القلق في ألمانيا وفضح عيوب النظام الصحي الألماني وخطورة نقص المزمن بأعداد الموظفين الصحيين وحجم الاستقالات الجماعية على خلفية الإرهاق ونقص الأجور بوجود 23 ألف وظيفة شاغرة في المستشفيات الألمانية خاصة في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات وبين الأطباء والممردين بحسب جمعية المستشفيات الألمانية دي كا جي بدورها تعاني إيطاليا من هجر الأطباء للقطاع العام وتحولهم إلى القطاع الخاص الأمر الذي أسفر عن ثغرات مخيفة ولا سيما في وحدات الطوارئ بحسب نائب رئيس اتحاد الأطباء الإيطاليين أما فنلندا فتحتاج إلى 200 ألف موظف في القطاع الصحي بحلول عام 2030 برأيكم هل ستتخذ الحكومات الأوروبية إجراءات قبل انهيار النظام الصحي؟ شاهدين وصلنا إلى ختم كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صداء الأقلام دائما وأبدا كونوا في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة